المترجم للقناة تغير حياتك كامل إذا صح صح تيركست معي على اسم البرنامج خلوكم قصة قصيرة جدا قبل ما أشرح شيء يعتبر جدا صغير ما بقول تافه لكنه جدا صغير لو يستوعب أي بني آدم ممكن يعيش في حالة سلام وراحة نفسية أفضل وعيد عما هو عايش لها حينا هذا الوقت سيومضي خلونا قلوكم هذه القصة الصغيرة في أحد الأزمنة كان عند أحد الملوك وزير جدا ذكي وهذا الملك طلب من هذا الوزير مهمة تعتبر مستحيدة إلا إذا كنت مخمخ قال لي عندك واحد من اثنين يا أما الأسبوع اللي هي تنعدم يا أما عندك لين أسبوع تطلع لي جملة أكتبها على الخاتم اللي أنا لابس لنا في حالة أنك كنت مضايج وقريت هذه الجملة أفرح وفي حالة إذا كنت فرحان وقريت هذه الجملة أضايج الوزير شط برأسه حط لقى اثنين في جملة واحدة على الخاتم طلع في النهاية بهذه الجملة هذا الوقت سيمضي وكتب كتب حق الملك هذه الجملة وحاش الملك فلما كان يستانس الملك يكون في حالة فرح وكل شيء حلو حوله يقرأ الخاتم مكتوب هذا الوقت سيمضي فيعرف أن وقت الوناسة هذا رح يروح في الضايج وفي نفس الوقت رب تنقره المالك في نفس الوقت إذا كان مضايج ويقرأ أن هذا الوقت سيمضي يعرف أن وقت الضيجة هذا رح يروح فيستانس فبكل بساطة اللي حاول أوصله شي جدا بسيط لو إنسان يمخمخ مع نفسه هذا الوقت سيمضي الوضع اللي نحن فيه حاليا سيمضي وضع الأزمة الصحية اللي نحن فيه سيمضي وضع أي مرض سواء كان الكورونا أو لا سمح الله أي شيء مستقبلي أو سابق وركز أنه قلت سابق ليش قلت سابق؟ لأنه سابق بما معناه مضى انتهى كل شيء راح ينتهي أنت اللي عليك أنه تدير وتدبر نفسك لين ما ينتهي لكن لا تعتقد ولا ذرة أن هذا الوضع دائم وما أحد راح يقدر يسيطر عليه وما راح يروح الدائم الله سبحانه غير عن هذا ما فيه هذا الوقت سيمضي سواء نحن فرحنا فيه ولا ضيجنا سيمضي سواء كنا نصيح ونقول ليش صار كذا وما نقدر نطلع وحضر وسكره بيمر بيمر سواء كنا نستانسين وقلنا ما عليك خل نستمتع ونستانس ونعيش بباقي الأشياء المتوفرة واللي هي كثيرة خلكم من الرفاهيات والكماليات إذا عندك أساسية شيء من الأساسيات ناقص تعال اشتكي أما تقول لي سكره شيشة سكره جمال هو الواحد من ابتلش من الصلاة الرياضية ولكن هذا الوقت سيمضي أنا للحين أتمرأ سواء مبرا على البيت كجيري أو الأسيكل أو في البيت أوزان خفيفة لماذا؟ لأنني أعرف أن هذا الوقت سيمضي بردة مرأة ما لدي أودر تمرين جسمي يخترب لأنني ما راح تفتح لا راح تفتح وكل شيء راح يرجع مش نفس مكان أفضل عن مكان كيف يكون أفضل عن مكان بخلال كيف نحن أدرنا وتعاملنا مع هذه الأزمة فنصيحتي لكم مهما كان الوضع سيء مهما حسيت أن أنك مخنوق مغلق عليك ما تعرف شو تسوي حط في بالك هذا الوقت سيمضي فجهز نفسك لما بعد مضيه ركز في هذه الجملة عيشها شوية تختخف مخك تكتكانيها حينا أنا يالس في البيت طيب أنا خلاص معناته راح أعيش طول حياتي في البيت ما في أشي يسويها ما في أي تفاعل حتى ترى الدوام والدراسة كله صار في البيت هذا معناته اللي يدرسون مثلا اللي يدرسون أبسط شيء أي طالب والله ليش هدرس كورونا بأموت كلنا مروا من داوم لا 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 عزيزي لا تقص على أمرك هذا الوقت سيمضي موضوع فقط هذا يعني اختبار من الله سبحانه وتعالى لنا و بدنا الله سيمضي و إن الله لا يبتلي عبده إلا أحبه فهذا الوقت بيعدي بيعدي الموضوع بس هو كيف أنت تباهي عدي عليك تستانس تراه بيعدي تضايج راح يعدي بتعصب راح يعدي بتصيح راح يعدي بتقوم راح يعدي بترقد راح يعدي في كل الأحوال بيعدي بيعدي إن تختار نفسيتك لما يعدي لا أكثر لا أقل وهي نصيحتي لكم وياكم أخوكم سعيد وولف وبعد ما رأقولكم هذا الوقت سيمضي فكزرها بس لما ينضي السلام عليكم